السلام عليكم ونتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن احوان ان شاء الله اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحدة الحوتة مع ممرة في الفران يلا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ديالي مرحبه بيكم والف مرحبه ندوزو اول مرحلة هي اه كنحضر شرمولة عندي هنا بالنسبة لحوتة كتوزن كبيرة كتوزن 3 كيلو المقادير كما كتشوفو ادي تكون مضاعفة عندي معلقة كبيرة ديال مركز الطماطم معلقة كبيرة ديال سكينجبير معلقة صغيرة ديال لبزار ماكن كترش لبزار معلقة كبيرة ديال تحميرا معلقة كبيرة ديال الخرقوم ومعلقة ديال قزبور يابس شوية ديال ملحة ثومة محكوكة معلقة ديال كامون عصر ديال الحامض زيت البلدية زيت العود سوف نخلط هاد المكوينة هادو كنضيف لها المعدنوس مقطع مقرد وغادي نتلقها بشوية ديال الماء سوف يدي الشرمولة اللي غادي نشرمل بها الحوت مبعد ما كتكون كنكون غسلته نقيته كاوقتر سوف يكن نشرمل دائما الحوت باش كاخد البنة دياله خصوصا اللي كيدخل الفران شرمله قبل خليو كيشرب ديك شرمولة عاد عاد وجدو الحوشوة ديالكم صافي كما كتشوفوا الحوتان بعد ما اه قطرات ونشفات عادي ندوز لها ديكا غادي ندوز لها كاملة شرمولة حتى كان تكن 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 غطيها بشرمولة مزيان صافي كنستمر حتى كندخل شرمولة كاملة في الحوتة وكيما شفتو محيد لها السنسول كنسبق لي حضرت معاكم واحدة الحوتان هي نفس النوع عمرتها من الظهر هادي اللي هادي ما عمرت هادي عمي الكرش عادي صافي كنشرملها مزيان وشحال ما تشرملات كتجيب نينا وتهي الحوت كي يجيتا هو دخلها العطرية صافي كندوز كل شي للراس ويمتا كنت أكد بأنها دخلات ها العطرية مزيان ونديك العطرية ديك لقامة اللي حضرت منها غادي نمشي نحضر الحوشوة بالنسبة هنا الحوشوة هادي نعمرها هي بالكروفيت عندي هنا هي 900 جرام كيلو قل 100 جرام عندي نفس الحوشوة كيما كتشوفو ديك شرمولة غادي نمشي ننشحر ذاك الكروفيت ما غاديش نطيبو وإنما غير غادي غادي غايد خلو شوية طياب ما غاديش نطيبو حتى ينشف صافي كما كتشوفو درت له ديك العطرية وغادي نشحره غير في البوطة ما غاديش نطيبو مياه في المياه باش مينشفش من الماء وتبقى في هديك الطراوة فين غادي طيب فين غادي طيب مع مع العمارة مع الحوتة صافي من بعد ما شحرته غادي شوية ما طيبتوش كما قتلكو مياه في المياه عندي هنا هي الشعرية الصينية رطبتها في الماء سخون كان ندير المعدنوس واخصو يكون كمية كثيرة كما كتشوفو الحوتة حجم ديالها عندي الهريسة عندي فلفلة حمرة مقطع طريفات صغار الزيتون والحامض حتى هو مقطع طريفات صغار تكشير اللي بقى لي متومة محكوكا وديك العطرية هتا هي ما زالة باش كثرت كما كتشوفو انفعتني على جوز الجيهات سوف نضيف دك عصير الدال حامض اللي بقى اختيار اختيار بالكلمار و الكروفيت كمية الكروفيت رائعة سوف نأخذ ضماء الحوت قنور الحوت سوف نضيف السوجة السوجة سوف نضيف السوجة سوف نضيف السوجة 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 سوف نضيف السوجة سوف نحن نهاية الفيديو سوف نحاول سوف نسرع لكي لا يأتيكم فيديو طويل سوف نضيف ذلك السوجة المعدنس من المعدنس طوبة المعدنس سوف نقوم بشكل نأخذ الحوتة كما تشوفو شربات لديك العطرية غادي نعمرها هندخل فيها العمارة القياس اللي غادي تاخذ لي الحوتة وصافي وغادي نحتفظ بالباقي حتى نكمل نشوف القياس اللي غادي تاخذ لي وغادي نخيطها لديك اللي كوردو مكي مكيسلاح ليش باش نشد بلي كوردو دوك العويدات ديال الخشب كندير وراق تسيدنا موسى كيعطوتهما البنة ديالهم صافي وغادي نسد عليها دابا كي العادة كما حطرت معاكم كناخد ليبرا والخيط وكنخيطها الخيط ديال كيكون غلط ديال الطبخ صافي من خيطها كنجمعها بدو كلو عويدات ديال الخشب كنجمعها من القدام وغادي نفل لحا باش غادي ندير فيها واحد الطريفات ديال الحامض كما كنصاوبو الحوت عادتان باش كدك الحامض كيدخل وهادي هي الحوتة هاي وجداد صافي دابا غير غادي قالي غير غادي نجمعها وغادي دخل في الراب صافي هاي الحوتة وجداد صافي غادي نغطيها بالورق ديال الطبخ وديك الحوشوة مازال غادي نعمر كيما سبق لي وذكرت نعمر بها البريوات صافي كنديل لها ورق الالمينيوم كما كتشوفو صافي وغادي تدخل الفران وشعلو لها طيب علاها خاطرها صافي كتتخشيوها في الفران كتطيب علا خاطرها الوقت اللي غادي تاخد الحوتها كما لحسب الحجم ديال الحوت صافي كنحاول نغطيها مزيان ونمشي نحضر البريوات بديك الحوشوة ديال الكروفيت عندي الزيت ما خلطتها مع الصوجة وديك الصلصة ديال الحوت وإلا ما كانش ماشي مشكل صافي وكانت لقي الورقة ديالي وكان عمر البريوات اللي غادي نرافقهم بدرت بريوات ديال الكروفيت ودرت بريوات ديال الجبن ما صورتهم جدا بندير معكم فيديو إن شاء الله باش غادي نرافق هاد هاد الحوت هاد صافي كنستمر كنجمع البريوات حتى كنكمل الحشوة اللي عندي وكان نغطيها وكانسدها بطقيق ولماء صافي كندير البريوات وكانخليهم في تلاجح تكيشدوا راسهم تك ما كان طيبهم ش موباشرة صافي وتهو ما غادي نطيبهم في الفران كي جيو على هات الشكل هاد وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال الحوتن بعد ما خرجت من الفران كتجيع لها هات الشكل هاد كنزينها شوية بالربع وشوية ديال ماطيشا كي ما كتشوفو و الكروفيت حتى هو من الفوق الكروفيت و السلسة سبق لي السلسة ديال الشامبينيون الكروفيت سبق لي وحضرتها معاكم ما صورتهاش باش ميجينيش الفيديو طويل دبعا حطلكم الرابط ديال فيديو اللي حضرت فيه السلسة والبريوات ديال الجبن وديال الكروفيت حتى هوما وهذا هو الطبق ديال السمك اللي حضرت معاكم نتمنى ينال إعجاب ديالكم هدا هو الطبق النهائي كي يجي على هات الشكل هدا وكتجي صدقوني رائعة ونتمنى هاد الفيديو ينال إعجاب ديالكم وإلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ديالي مرحبا بكم و ألف مرحبا ضغطوا على زر الشراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وإلا أعجبكم هاد الفيديو شاركوه مع الأهل والأحباب إلى وصفة أخرى إن شاء الله إلى اللقاء سحش Osman موسيقى موسيقى ها سحش موسيقى